شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حر عامة في نتاق الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية هذا ونص الاتفاق على دراسة التطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان حيث تضم الشركة موقعا جذابا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدان على طول طريق القهرة العين السخنة هذا وسيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قبل موانئ دبي العالمية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المستهدفة في المنطقة هي الإلكترونيات والسيارات والسرع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية